يواجه القادة الإسرائيليون انتقادات متزايدة لفشلهم في وضع خطط وقعية لما بعد الحرب في قطاع غزة في هذا الصدد يتعزز توجه تل أبيب نحو إعطاء دور فعال للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب على الرغم من المعارضة المعلنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين فشل عسكري وستراتيجي وإخفاق في وضع أي تصور قابل للتحقق بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة يتخبط الساسة في إسرائيل على وقع مصالح شخصية وحزبية لا تحمل سوى مزيد من الخسائر غير المحسوبة رئيس الوزراء نتنياهو أبدى مراراً وتكراراً رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بعد الحرب لكن مصادر مطلعة أشارت إلى احتمال عدوله عن موقفه وذلك على خلفية فشل المؤسسة الأمنية في صياغة أي مقترحات وقعية لإدارة قطاع غزة فيما يعرف باليوم التالي للحرب دون الاستعانة بالسلطة الفلسطينية وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ورغم هذه الإشارات يواصل نتنياهو علناً رفض فكرة تسليم حكم القطاع للسلطة الفلسطينية وأعرب عن رغبته في إنشاء إدارة مدنية محلية إن أمكن بمشاركة شخصية مدنية في القطاع توجه نتنياهو قوبل بتأكيد من كبار مساعدين على أن الأفراد الذين لهم صلاة بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على الفلسطينيين المحليين لإدارة شؤون القطاع بعد الحرب صحيفة فينانشل تايمز الأمريكية أشارت بدورها إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لإطلاق برنامج تجريبي لإنشاء ما يعرف بالفقاعة الإنسانية للمدنيين في غزة من غير المنتمين إلى حمس وذلك في مدينتين شمالية القطاع بما يشمل تسليم السيطرة على القطاع في المستقبل إلى السلطة الفلسطينية وربما دول أخرى الحرب السياسية الداخلية في إسرائيل ليست بمنأة عما يتعلق بالخطط والرؤى بشأن القطاع إذ يتعرض نتنياهو لاتهامات غربية متزايدة بالرضوخ إلى شراكائه اليمينيين في ظل حاجته إلى دعمهم للحفاظ على اتلافه الحاكم وهم أكثر عداءاً تجاه السلطة الفلسطينية ويتخذون خطوات تهدف إلى دفعها للانهير رغم التحذيرات المتكررة حتى من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية